رئيس الجمهورية قيس سعيد تحول إلى معتمد تجبنينا والعامرة بولاية اسفيقس وين التقى عدد من المواطنين واستمع لما شغلهم وأكد على أن الدولة وحدها هي المكلفة بتطبيق القانون وحمية الأمن ووضح أن تونس عملت وتعمل على الإحاطة الإنسانية بالمهجرين الذين هم ضحايا نظام عالمي وضحايا شبكات التجار بالبشر ولكن أيضا تونس المعتزة بانتمائها الإفريقي حارسة على فرض احترام القانون على الجميع ولن تسمح لأي كان بتنفيذ مخططاته غير المعلنة كما لن تقبل بترويع المواطنين وكانوا المواطنين تشكيوا من حالة الترويع اللي تصير لهم ومن المشاكل ومن الأتداء على غابة الزيتون في هذه المناطق رئيس الدولة وفي هذا اللقاء شدد على أن تونس ليست سببا فيما يقع للمهجرين الذي جئ بهم من قبل أطراف هدفها غير المعلن هو التوطين كان هذا في جلسة عمل مع عدد من المسؤولين الجهويين على مشهده الزيارة وأكد رئيس الجمهورية على عدم القبول بوجود أي إن كان خارج القانون وأنه لابد من حماية المواطنين وتوفير الأمن لهم حسب تعبيره وقال سعيد لا يجب أن يدخل التونسيون في سيدان مع المهجرين الموجودين في حقول الزيتون والذين هم ضحايا أيضا ويعيشون وضعا لا إنسانيا لكن الدولة موجودة وهي وحدها التي تحفظ الأمن وقال ألعم الدؤوب لإيجاد حل للأوضاع التي تعيشها وليت سفيقس عامة رئيس الجمهورية قيس سعيد قال نحن أفريقة ونعتز بأننا أفريقة ونعلم بأنهم ضحايا نظام عالمي ويجب أن نجد حلا جماعيا وإنسانيا وقال وعكس ما يروش له الذين تسببوا في هذا الوضع اللا إنساني فإننا نعاملهم بكل إنسانية ولكن لن نقبل أيضا بترويع المواطنين ولن نقبل بأن يكون التونسيون ضحايا لهؤلاء الذين جاءوا أو جاء بهم من قبل أطراف هدفها غير المعلن هو التوطين حسب تصريح رئيس الجمهورية كما شدد رئيس الجمهورية على أن الدولة موجودة في كل مكان وقال لن نقبل بوضع خارج القانون ولابد من حماية المتساكنين والصلة التونسية بمفردها هي من تسيطر على تونس والدولة موجودة وهذا ما يجب أن يشعر به التونسيون وأكد أن الدولة وحدها هي المكلفة بتطبيق القانون وحماية الأمن كما زد قال أن تونس عملت وتعمل على تكريس الإحاطة الإنسانية بالمهجرين اللي هما ضحايا نظام عالمي وضحايا شبكات اتجار بالبشر ورئيس الجمهورية تحدث مع عدد من المواطنين اللي عبروا على تخوفيتهم وعبروا طلبوا من رئيس الجمهورية حمايتهم ورئيس الجمهورية أكد لهم أنه زيارته وتواجدوا بناتهم هو رسالة طمأنة لهم ورسالة طمأنة لهم أن الدولة حسبهم ودولة قايمة ودولة ستحميهم رئيس الجمهورية قيس سعيد وقبل التوجه إلى أسفيقس كنا توجه إلى مدينة حمم لنف من ولاية بن عروس وينعاين الوضع البيئي الكارثي نتيجة الإهميل وصرف الميه المستعملة بالبحر فضلا عن التهيئة العمرانية التي لم تراعي فيها أبسط قواعد التهيئة ووجود معالم تاريخية تحولت إلى مباني متدعية للسقوط ودعا رئيس الدولة إلى القيام بحملة تنظيف عاجلة في انتظار حلول جذرية لتدارك مثل هذه الأوضاع لا فقط في مدينة حمم لنف ولكن أيضا عن المستوى الوطني مع تحميل المسؤولية لكل من تسبب في هذه الأفعال التي ترتقي إلى مرتبة الجريمة وعبر رئيس الجمهورية في هذه الزيارة على استنكار من التقصير في الاعتناء بالمعالم التاريخية الموجودة في مدينة حمم لنف بالضحية الجنوبية للعاصمة التي كانت من أجمل المدن في تونس وقال رئيس المصلحة الخاصة لبعض المسؤولين الذين ما زالوا موجودين في مفاصل الدولة ويتحدثون باسم تونس والرشوة هي السبب في كل متعانيحة مم لنف اليوم وعلى من قصر في عمله أن يتحمل مسؤوليته أما بخصوص الاتفاقية التي تم إمضاؤها بين القطاعين العام والخاص للاعتناء بالمعالم في المدينة وتنظيف الشواطئ قال رئيس الدولة الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي كذبة كبرى عن أي شراكة يتحدثون هي مصطلحات زائفة هي شراكة بين لوبيت فقط رئيس الجمهورية دعا إلى حملة تنظيف عاجلة في انتظار حلول جذرية لمثل هذه الأوضاع قضت دائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية سوسا 2 بالسجن مدة أربعة شهر مع تأجيل التنفيذ وبخطية مالية في حق نائب الشعب عن وليد سوسا معز بن يوسف الموقوف على ذمة القضية المتعلقة بهضم جانب موظف عمومي أثناء أداء لوظيفه بالقول والتهديد والاعتداء على موظف عمومي خلال أداء لوظيفه أو بمناسبتها بالعنف الشديد والقذف العلني والسكر الواضح حسب تصريح المحامي حسين الزياني لأشاري لأنه سيتم استأنف هذا الحكم وعاد الأستاذ الزياني على تفاصيل الوقع هذه اللي تعود إلى نشوب خلاف بين النائب وسائق تاكسي سرعا ما تطور مع أعوان دورية أمنية قبل أن يتم فض هذا الإشكال دون تسجيل أي مبادرة بالاعتداء من طرف منوبه حسب تعبيره كذلك معناها تم اتليق صراحه هذا النائب بالبرلمان معز بن يوسف بعد ما تم في السابق إصدار بطاقة داعب السجن ضده في قضية اللي قلتها وكانت دائرة الجناحية بالمحكمة اللي بديد إياسوسة 2 رفض الطلب بالإفراج عن النائب وأرجع النظر إلى جلسة يوم 12 جوليا وحسب الدستور خمسة وستين الفاصل خمسة وستين فإنه لا يمكن تتبع أحد النواب أو إيقافه طيلة مدة نيابته بسبب تتبعات جزائية ما لم يرفع عنه مجلس نواب الشعب الحصانة أما في حالة التلبس بالجريمة فإنه يمكن إيقافه ويتم أعلم المجلس حالا ويستمر الإيقاف إذا رفع المجلس الحصانة وخلال عطلة المجلس يقوم مكتبه ما قاموا أكد الأستاذ المحامي تومي بن فرحات عضو هيئة الدفاع عن المرحوم عمور العبيدي مشجع ندي الأفريقي صدور أحكام استئنافية تقضي بالتنزيل في العقوبة ضد 12 عون أمن بتهمة القتل غير العمد إلى سنة واحدة مع تأجيل التنفيذ مع الإبقاء على نفس الأحكام السابقة بعدم سماع الدعوة في القضية الثانية المتعلقة بعدم إنجاد شخص في حالة خطر وعدم سماع الدعوة في حق أمنيين آخرين